السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة اه يعني زي ما تعودنا حلقة تكون مهمة. وعن عنصر مهم جدا في الجسم. اه ناس كتير جدا ما تعرفش عنه. وطبعا ومهم مش بس للسكر والضغط. ولأ ده على عضلة القلب والعضم والاعصاب. حاجة مهمة جدا. وهو طبعا مهمة جدا. محدش بيسأل عنه. وللأسف شديد يعني كان فيه زمان طبق اه صلطة ده على الوجبة الرئيسية بتاعة الاكل في اي بيت خصوصا البيوت المصرية. دلوقتي الناس بقت مهملة الصلطة دي نهائي. مع ان فيها اهم عناصر موجودة. الصلطة دي اللي فيها السبانخ والخضار مهمة جدا للماغنيسيوم ان هو يكون اه موجود. فالنهار ده بنتكلم على الماغنيسيوم. الماغنيسيوم اه مهم جدا للعضم. مهم جدا للعضلات. يعني الناس فهم بس موضوع العضلات. لا ده مهم كمان عشان تنام كويس. محتاج ماغنيسيوم. اه مهم جدا للضغط. لو ضغطك عالي. مهم لمرض السكر. فالماغنيسيوم حاجة لا غنى عنها في جسمنا. طبعا الفترة والسترس والضغط العصبي والاكل الغير صحي والطربة اللي بتعمل الاكل بتاعنا ما بقتش فيها. الماغنيسيوم ده فبقى يقل عندنا العمليات الحيوية بقى تقل عندنا. بقى فيه حاجات كتيرة جدا. اسباب كتيرة. ادوية كتيرة بتقلل الماغنيسيوم. اه فالمشكلة كلها ان الماغنيسيوم دايما يبقى اه قليل. وطبعا الاعراض بتاعته مش بس يعني نلاقي مسلا الكرامبات. نلاقي الارق والتعب. اللي هي الفايبروميالجيا. الناس اللي بقى عندها اه عرض الفايبروميالجيا سندروم. اللي هو الجهد والعضلات اللي مش معروف سببها. بتلاقي الماغنيسيوم عامل نتيجة كويسة. نبص نلاقي مسلا اللي هو التعب والتوتر اللي بيبقى اه موجود عند معظم الناس بيرتاح مع الماغنيسيوم. السكر النوع التاني. الصداع النصفي بيرتاح مع الماغنيسيوم. طبعا الماغنيسيوم اه عمصر لا غنى عنه. الماغنيسيوم لما بنيجي ناكل وينزل الجهاز الهضمي بيمتص من الامعاء. بيمتص من الامعاء. وبعد كده يروح الدم. جزء بيطلع يروح للعضلات وبيتحد مع الكالسيوم وبيعمل مع الكالسيوم سمفونية عسف عشان يحافظ على آآ انقباض العضلة. علشان كده الماغنيسيوم لما بيقل العضلات بيبقى فيها كرامبات. فوجودها مهم جدا. خمسين في المئة من ماغنيسيوم ويمكن ستين في المئة كمان بتلاقوه في العضل. بيبقى مهم جدا لتكوين العزام. عشان كده دايما تلاقي الالام في الجسم والارهاق والتعب وقلة النوم. الماغنيسيوم موجود في حاجات كتيرة جدا في جسمنا. موجود في الخلايا الاعصاب. موجود في الخلايا بتاعت العضلات. موجود في معظم الخلايا. الماغنيسيوم مهم جدا لعمل هرمونات آآ كتيرة. طبعا لو جه حد يسألني عن الماغنيسيوم آآ افضل حاجة ليه المصادر الطبيعية. موجود فين يا دكتور? موجود في السبانخ. ويا ريت السبانخ يا جماعة نقطعه ونحطه على السلطة. ما يتبقاش مطبوخ. يعني السبانخ يتعامل كده زي الحاجات الخاص والحاجات الورقية اللي بتبقى موجودة في السلطة. ويتحط معاها. الحبوب اللي هي القرع. اللي هي اللب الابيض اللي بيسموه. ده برضو موجود في ماغنيسيوم. الزبادي. الآآ الآآ اللي هو اللوز وبرضو اللي هو آآ زي الفاصولية السودة دي. بيبقى فيها ماغنيسيوم. لازالك تلاقوا المطاعم الفايف ستار تلاقوا حاطين الفاصولية السودة دي في ضمن السلطات. المثلا الدارك شوكولت. شوكولتة الدارك بتبقى برضو فيها ماغنيسيوم. الموز بيبقى فيه ماغنيسيوم وبوتاسيوم. لكن طبعا نخلي بالنا ان الماغنيسيوم ده مهم جدا. مهم جدا 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 لعمل خلايا الجسم كلها. الافوكادو برضو بيبقى مليان ماغنيسيوم. يعني لو احنا قلنا هنلاقي فيه حاجات كتيرة جدا مليانة ماغنيسة. لكن للأسف لو انا جيت اسأل اي شخص انت بتاكل من الحاجات دي ايه هيقول لك اه ما عرفش انا باكلش مش عارف الافوكادو. باكلش الموز. انا باكلش السلطة. السبانك ما بحطهاش. ما هم حاجة بيجيب سبانك. وبعدين ده انت عشان تاخد اللي انت عايزه محتاج لك خمس يعني خمس اطباق من السلطة دي يوميا. طبعا فيه اه حاجات كتيرة جدا من الماغنيسيوم موجودة اه بتركيزات ادوية كتير. والناس كتير بيجيبوها الناس كتيرة من على النت وكده. فلكن ما ببقاش عارف النوع ايه. طبعا فيه انواع كتيرة واحنا تكلمنا عنها في حلقات قبل كده. هي طبعا عندنا في الماغنيسيوم ستريت. وده علشان الكرامبات اللي بتبقى موجودة في العضلات. وموضوع اللي هو الامساك الماغنيسيوم ستريت. يعني بيساعد في حل مشكلة الامساك والكرامبات اللي بيكون في العضلات. والصداع كمان بيمنع موضوع الصداع. وده بيبقى امتصاصه اه سهل. يعني بيمتص بسرعة. وهو كويس ما فيش في مشكلة. لكن لو احنا جينا فكرنا على الماغنيسيوم اللي هو بقى بتاع الراحة. اللي بيبقى متحد مع حاجة من الامين واسد. بيسموها ده اللي انا كنت بقول عليه زمان اللي هو بتاع الامتخة. لو انت عايز تنام ومعايز ترتاح ومش عايز اي مشاكل. هو ده بتاع الامتخة ده اللي هو انا ما لقتوش بصراحة في اماكن في السادلات كتير. ما عرفش بيبقى موجود مسلا. ومن الحاجات اللي هي بتبقى مضادة للتهاب طبعا وبيحسن موضوع النوم. يعني بتاقت اخده مسلا قبل بيحسن موضوع النوم. خصوصا الناس اللي عندها ارهاق وتعب ده بيحسنها. طبعا المفروض الراجل ليه حوالي تقريبا يعني ربعمية آآ ميلي جرام مسلا في اليوم. وما يزدش عن الربعمية لان لو زاد ستمية ميلي جرام مسلا بيسبب اسهال. والناس اللي عندها مشاكل في الكلة. وبيمكن يبقى فيه تفاعل منه مع الادوية آآ التانية. لكن اللي احنا يجب ان ان احنا نتكلمه اللي هو الاكسايد. طبعا فيه بعد كده حاجات تانية كتير. حاجة مسلا آآ سيرونيت وآ واردتيت ومش عارف الماليت والحاجات دي كلها دي كلام اعتبرها كلام اكاديمي لان المشهور منها الماغنيسيوم ستريت والتاني حاجة الماغنيسيوم آآ اللي هو بتاع الانتخل اللي احنا بنقول عليه. فلازم نفهم كويس جدا الماغنيسيوم معظمنا عنده نقص من الماغنيسيوم. الماغنيسيوم مشكلته ان تحليل بتاعه ما بيدنيش حاجة دقيقة. لان اللي برا الخلايا واحد في المية. يعني الماغنيسيوم حاجة موجودة جوه الخلايا. فاللي برا الخلايا واحد في المية. يعني انا بشوف بدور على واحد في المية. علشان كده يقول لك ايه النسبة طبيعية. لا مش طبيعية ولا حاجة. ده ما بالكم بقى فيه ساعات الواحد يعمل اه تحليل مغنيسيا في الدم. يلاقي قليل. يعني شوفوا الواحد في المية اللي في الدم قليل. المال اللي في الخلايا فين? وهده معناه ان في الخلايا مفيش خالص. يعني ده معناه ان في الخلايا مفيش خالص. احنا زي ما اتفقنا ربعمية ميلي جرام للراجل وتلتمية مسلا للست مطلوبة منك كل يوم. لو احنا كلنا السلطة زي ما بلقول والحاجات اللي موجودة زي ما قلنا في السبانخ والافوكادو والشوكولاتة والموز والحاجات دي كلها مفيش مشكلة خالص. طبعا ما يكونش عندك سكر عشان الموز بيلفع ايه السكر. المغنيسيا مع انصر لابد منه انك انت تبحث عنه وتعرف ايه وتسمع عنه كتير وتقرأ عنه عن النت كتير. لانه انصر مهم جدا. يعني انت ما تيجي تروح لدكتور قلبي تطلب مغنيسيا. تدخل يعني لقوا ان فيه نسبة كبيرة جدا من الناس اللي دخلت العنانة المركزة عندهم نقص في المغنيسيا. من الناس اللي دخلت مستشفى عندهم نقص في المغنيسيا. يعني ما فيش مريض دخل مستشفى اللي ما يلاقوا عنده نقص في المغنيسيا. تخيلوا النقص في الواحد في المية. ما بالك بقى بالنقص اللي موجود فيه الدم في الخلايا نفسها. فهو طبعا موجود وبيتحد مع الكالسيا وموجود مهم جدا للكرامبات. اللي يهمنا فيهم كلهم الستريت والجليسينيت. دولة الاكتر حاجة اه بتبقى موجودة. الناس اللي عندها امساك ممكن ياخد الستريت. علشان ما انا عارف مرضى السكر بيبقى عندهم وليه كرامبس والحاجات دي. لكن اه بالنسبة للجليسينيت اللي هو بتاع الانتخة بيزود الهدوء عشان الجليسين اللي امانه اسد ومضاد للتهاب وبرضو اه بيحافز على موضوع السكر بيزبط موضوع بالسكر. عشان كده المغنيسيوم انواعه كتير. اه الاكسايد هو اللي محدش بيستعمله. فبلاش الاكسايد خلينا فيه المشهور او الستريت والمغنيسيوم الجليسينيت. الحاجات تانية حاجات اكاديمية مش مهمة قوي. لان طبعا اه اللي يهمنا في شغلنا اللي هما الاتنين اللي قلتلكوا عليهم. ولو قدرت تاخد من المصادر الطبيعية يبقى خير وبركة. ما قلناش حاجة. وانا قلتلكوا على معظم الحاجات اللي فيها المغنيسيوم. اه المغنيسيوم مهمة في عمل كل خلية في الجسم. اتخيلوا داخل في كل حاجة. يعني الصديق الوفي المغنيسي. عشان كده اتمنى ان انتم تهتموا وتشوفوا المغنيسيوم بتاعكم. لان طبعا اه اللي هو التحليل الموجود اللي هو في الدم. لكن طبعا اللي جوا الخلايا ده ما حدش بيعمل الله برا. فلكن هو بيديك فكرة. فلما تلاقي اللي في الدم ده قليل دي كارسة. دي كارسة. لما تلاقي الواحد في المية ده انت فروض الدم فيه واحد في المية من المغنيسيوم اللي في الخلايا. وقليل كمان دي كارسة. طبعا اه المغنيسيوم والبوتاسيوم لسه عايز اعمل لكم حلقة عنه والحلقات لان الحاجات دي مفقودة في حياتنا تماما. يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش عنها. خلص. يعني انا بتكلم فيها وباجأ سأل ناس يقول لك اي المغنيسيوم ده ما انا عرفش. فتحرط دقة في الحاجات اللي انتم بتجيبوها من اونلاين. وبرضو شوفوا الحاجة تكون مصدرها اه موصوق فيه علشان محدش يخبعكم. انا بشكركم وتحياتي لحضراتكم اه جميعا.